ورحمة الله وبركاته مرتضى منصور يتحدث عن سبب فشل التعاقد مع القندوسي ومروان عطية أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فئة من جمهور الزمالك تضغط عليه للتعاقد مع لعبين خلال فترات الانتقالات كما شدد على أن بعض وسائل الأعلام الزمالكوية تقوم بتسريب أخبار الصفقات التي يتفاوض معها الزمالك وهذا أمر يتسبب في فشل هذه الصفقات حيث طلب الجماهير بالهدوء وطلب وسائل الأعلام الزمالكوية بعدم إفشاء أسرار الصفقات حيث اتهم الجمهور وبعض وسائل الأعلام بأنهم سبب فشل صفقة القندوسية على سبيل المثال وأوضحة كنت سأتعاقد معه بخمسمائة ألف دولار والخطيب عارف راح دافع أكتر مني بكتير ونحن نعمل في السر لكن هناك البعض يتحدث عن الصفقات فيتم إفشالها وانتقل للحديث عن مروان عطية لعب النادي الأهلي ولعب الاتحاد السكندري والذي سبق وارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالكوية حيث قال أقسم بالله فريرا لم يطلب مروان عطية ولم يكن يعرف اسم مروان عطية ولم يطلب منا أن نتعاقد معه وفشل انضمامه بسبب الحديث عنه في الأعلام